بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي من جديد وسعيدة بتواصل معكم في درس جديد من مكون الاستجابة وهو صلاة الجماعة والجمعة كما جرت العادة دائما أننا نبدأ درسنا أو حصتنا بوضعية انطلاق بالنسبة لصلاة الجماعة فإننا نبدأ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل إذن من خلال هذا الحديث نستنتج حرص الإسلام على لزوم الجماعة ثم نتعرف على معنى الجماعة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل جماعة تعدى أفرادها اثنين فما فوق فإنهم بذلك يصح لهم أن يصلوا جماعة وهذا شرط من شروط الجماعة يعني هذا أن إذا تعدى الأفراد فوق شخصين يعني فوق جوج من جوج حتى الفوق ثلاثة أربعة إلى غير ذلك فإن صلاة الجماعة تصح لهم بالنسبة لتعريف الجماعة بالنسبة لفضل هذه الصلاة فضل هذه الصلاة فضل كبير وفضل كبير خصه الله سبحانه وتعالى للمسلم الذي يحرص دائما على صلاة الجماعة بحيث نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة ويقصد بصلاة الفذ صلاة الفرد يعني هناك مفاضلة كبيرة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة ماذا تعني هذه المفاضلة؟ أن هناك أجر كبير حدده عز وجل في 27 درجة أو أجرا بالنسبة للمسلم الذي يحرص دائما على صلاة الجماعة حكم هذه الصلاة حكم صلاة الجماعة سنة مؤكدة في جميع الصلوات المفروضة ونعلم جميعا ما هي الصلوات المفروضة فهي تبتدئ بصلاة الصبح والظهر والعصر والمغربي والعشاء إذن يجب علينا أن نحرص دائما على لزوم الجماعة كما وضح لنا الشرع وكما أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث ولهذا يجب علينا أن نلتزم بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر